اشتركوا في القناة في مطلع هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الإصلاح والتحديث المزيد من العطاء البناء على رصيد منجزاتنا عمل دعوب وفق رؤية ملكية سامية وعمل برلماني تفتخر به مملكة البحرين حكومة وشعبا فإرساء مبادئ الديمقراطية والرقابة والمحاسبة هو ما تم على مدى السنوات الماضية بعد أن أصبح مجلساء الشورى والنواب بنظام الغرفتين هما السلطة التشريعية في مملكة البحرين ما مثل فجر انطلاقة جديدة حان وقت العمل ووجب الإنجاز ولن ينظر المواطنون إلا إلى الأفعال وكما عودناهم منذ متء الانطلاقة على سرعة الإنجاز فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن وسرعة العصر وجودة الإتقان الذي ميز البحرين وسأتابع عملكم بحول الله بكل الاهتمام الذي عهدتم والذي نوليه لكل شأن من شؤون المواطنين إن دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للسلطة التشريعية مثل الدعمة الأساسية في سير مملكة البحرين نحو المستقبل باتزان وخطا ثابتا ومثل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتاجا لهذه الرؤى الملكية السامية التي ما كانت لتتم لو لا الإيمان التام بأهمية التعاون بين الأطراف كافة لتحقيق عمل برلماني يفتخر به جدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني الذي لا سقف لطموحاته ونشير هنا بأن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطبها دستوريا باستقلالية تامة استقلالية تم واسترشاد بتطلعات جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتطلعات أبناء مملكة البحرين تواصل السلطة التشريعية عملها بهذا النهج بهدف إنجاح ما بدأت به البحرين في مسيراتها الديمقراطية لتأزيز رفعة الوطن وتحقيق رؤية مليكه الداعم الأول لكل جهد مخلص يبتغي مصلحة الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر